قبل ما نبدأ بس كان في حد بعث لرسالة ان انا الانت او قاد بقول عليها انتجر واو قاد بقول عليها انتجر ايه الفرق او انهي الصح بص انا كنت طول عمري بقول انتجر عشان انا تعلمت في مصر واللي علموني مصريين حتى لو انا درست انجليزي في المدرسة او كده كلهم مدرسين مصريين فكانوا بينطقوا الانتجر بيقولوا عليها انتجر لحد ما جيت في يوم حد علق على الفيديو بتاعي على اليوتيوب طبعا كان اسلوبه مش حلو يعني يعلق باش تيما ان انا بانطق غلط كلمة انتجر فسألت واحدة من اللي شغالين معنا في جمالتك هي امريكية فقالت لي لا هي بتنطق انتجر طبعا استغربت اني يعني انا درست في حتن كتير جدا في العالم مفيش ولا واحد علق على طريقة نطقي للحاجات محدش علق عليها غير المصريين اللي هم اصلا مفهود مش بيتكلم انجليزي يعني يعني طبعا الواحد مش بيكابر في الغلط حتى لو اسلوب الواحد اللي بينتقدني ده كان اسلوب وحش لكن برضو انا في الاخر لازم ادور على الحق وعمله فهي الصح انتجر فانا في الفيديوهات اللي سجلتها بعد معرفة المعلومة كلها هتلاقيني بقول انتجر الفيديوهات اللي سجلتها قبل ما اعرف المعلومة هتلاقيني بقول فيها انتجر زي ما اتفقنا انت في البرمجة بتجبر شطرتك في البرمجة يعني انا الحمد لله درست في جماعات كتير برا مصر اشتغلت في شركات كتير برا مصر مفيش ولا واحد علق على الانجليزي بتاعي لكن كنت بشتغل كويس وفي ناس احسن مني في الانجليزي لكن ما عندهمش شغل او مش بيشتغلوا كويس فالدنيا انا شغلتي مبرمج انا شغلتي مبرمج وبالتالي انا حقبض اكتر وحترقى اكتر وحشتغل في اماكن احسن لو انا اشتر في البرمجة مش في الانجليزي انا عايزك تفهم اوي المعلومة دي لازم تعرف بالظبط انت شطرتك فين او الحاجة اللي الناس بتعينك عنها ايه هو انت اصلا جيد تشترك في الكورس ده ليه عشان تتعلم مني انجليزي ولا برمجة فاهم فانا بكسب من البرمجة مش من الانجليزي دي حاجة مهمة ان انت تفهمها برضو على نفسك لازم في حاجة واحدة انت بتكسب منها تتعب اوي تتعب اوي عليها اي حاجة تانية زيادة يعني طبعا المفروض الواحد يتعلمها وكل حاجة مش بقولك بتعلمش انجليزي يعني لكن ما تتعبش فيها اوي اتعب في الحاجة اللي بتاخد عليها فروس لانك لو تعبت في الحاجات التانية حتضيع وقتك ومش هتنجح في حياتك وحتزعل بعد كده طيب زي ما اتفقنا انا حبص اول حاجة على اليموت والاوتبوت طبعا انا عشان مش بصص على الشاشة مش عارف ايه وانا مش عارف يعني اعمل ايه وانا بتكلم فهتلاقيني بعض اطلع بالشاشة فوق وتحت كده عشان انت مش شايفني فمش عارف ان انا اعمل ايه بالزبط لكن عايزين نحل المسألة مش هنقرأ اي حاجة بمكتوبة فوق وحنبص على طول على اليموت والاوتبوت اليموت والاوتبوت انا كمبرمج هبص كده هلاقي فيه جملة واخيرها رقم اربعة هلاقي الاوتبوت اربع سطور فانا على طول هيجي فيه دماغي ايه ان رقم اربعة ده بيحددلي عدد السطور طيب السطر الاولاني مكتوب فيه رقم واحد في النص هنا بس هي نفس الكلمة نفس الجملة والسطر التاني مكتوب فيه رقم اثنين والسطر التالت مكتوب فيه رقم اربعة والسطر الرابع مكتوب فيه رقم اسف انا قلت السطر التالت فيه اربعة الاولاني فيه واحد الثاني فيه اتنين الثالث فيه تلاتة الرابع فيه اربعة طيب ده معناه ايه بالنسبة لي انا كمبرمج انا شايف ان ده فورلوب شايف ان الاربعة دي الان وبعدين هعمل فورلوب اي بتساوي واحد ليه بتساوي واحد عشان اول حاجة هناك اتواحد مش صفر وبعدين اي اصغر من او تساوي اربعة او تساوي اربعة عشان عايز الاربعة معايا يعني لو قلت اي اصغر من ان او اي اصغر من اربعة هيبقى آخر حاجة ثلاثة لا فأنا عايز أصغر من أو تساوي أربعة وحطبع نفس الجملة دي وفيه برسنتج دي وآخرها آي ده اللي أنا شايفه كمبرمج طبعا لو قريت هتكتشف أن الكلام ده صح لكن أنا عايز أوريك أنت مش محتاج تقرأ خالص أنت بس محتاج تكون مبرمج شاطر بتفهم تقدر تفهم إيه اللي أنا شايفه قدامي ده بيتعامل إزاي بالبرمجة طيب تعال نبص على الحل هتلاقي أن احنا عاملين كده بالظبط عاملين integer team members طيب احنا المفروض أن احنا فهمنا شوية دلوقتي أننا لما أجي أحجز variable لازم يكون الـ variable ده يدل على الرقم اللي جواه فرقم أربعة دي لو أنا قريت بقى المسألة هيقولي اللي أربعة دي فيها total number of team members اللي هو عدد الأشخاص اللي بيشتغلوا معايا في نفس الفريق العمل في الـ team فهي اسمها integer team members اللي هو عدد الأفراد وبعد كده بقول enter the total number of team members قولي عدد الأفراد بتاع الفريق وبعمل scanf percentage دي وبسجله في الـ integer اللي موجود عندي وبعدين بعمل for loop بس المرة دي الفور loop مش بعمله بـ i بعمله بـ member ليه هم team members أنا عندي أربعة members يبقى كل لفة بتتكلم عن member منهم integer member الأولاني رقم واحد طيب وmember أصغر من أو تساوي عدد الممبر كلهم وطبعا member plus plus وبكتب الجملة بتاعتي هنا عادي بس باجي عند الرقم بحط percentage دي وفي الآخر كلمة member البرنامج هيعمل ايه؟ اول مرة integer member equal one فالممبر ده الـ variable هيبقى جواة رقم واحد وهل الواحد ده أصغر من أربعة؟ أيوة هو أصغر من أربعة فهيطبع ويحط برسنتش دي اللي هي فيها واحد يبقى حيطبع الجملة الأولى دي وفيها واحد كلام مفيش فيه أي مشكلة وبعدين بعد ما يطبع حيروح عند الممبر بلاس بلاس هيبقى الـ variable اللي اسمه member موجود جواة رقم اتنين وبعدين يتشك هل الـ 2 أصغر من أو تساوي أربعة؟ أيوة فهيطبع الجملة دي وهيحط هنا برسنتش دي بـ 2 وبعدين اللفة اللي بعديها هيعمل member plus plus هتبقى بتلاتة وبعدين يعمل تشك هل التلاتة أصغر من الـ 4؟ أيوة فيطبع الـ team member ويحط هنا رقم تلاتة وبعدين يعمل member plus plus هتبقى أربعة هل الـ 4 أصغر من أو تساوي team members؟ هي مش أصغر بس تساوي فالشرط عندنا صح فهيدخل يطبع team member ويحط هنا أربعة وبعدين يعمل الجملة تاني وبعدين الفور عشان تخلص الفور كده ما خلصتش هيدخل يعمل member plus plus هتبقى member بتسجل فيها رقم خمسة فهل خمسة أصغر من أو تساوي أربعة؟ لأ في الحالة دي الشرط مش هيتحقق هيطلع بره الفورلوب فأنا بالنسبة لي ده مفهوم جدا كبرمجة أنا مش محتاجة أقرأ خالص المسألة شكرا شكرا